السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلاب الصف الثالث لابتدائي اهلا بكم النهاردة ان شاء الله هنشرح الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة هي بداية الثيم التاني او العالم من حولي اسم الوحدة انا بحب بيتي يمكن في الكتاب اللي هنشرح منه مكتوب اسم الوحدة في البيت لكن كتاب المدرسة قدامنا هو لما نزل امبارح انا بحب بيتي يلا بينا نبدأ في شرح كلمات النهاردة والمحادثة الجميلة اللي بين هاني وبين بابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلاب الصف الثالث لابتدائي اهلا بكم مرة تانية مع ياسر الكلان النهاردة هنشرح مع بعض يونيت فور الوحدة الرابعة هنا هنشوف احنا هنستفاد ايه من الوحدة دي المحتوى والتسلسل الكلمات المفردات اللغوية المطلوب منك تحفظها دي الكلمات المطلوب حفظها اللانجوج هنتعلم هنا نسأل عن محتويات الغرفة ونقول يوجد فيها ايه للمفرد ويوجد فيها ايه للجمع خلاص في الفونيكس هناخد اللونج ايه اللي هو صوت المد الطويل لحرف الايه بانواعه المختلفة في اللايف سكيلز والفاليوز هنتعلم التعاون والاحترام بعدين القضايا والتحديات issues and challenges هنتعلم الاخلاص والانتماء loyalty and belonging بعدين integrated cross curriculum topics التكامل عبر موضوعات المنهج هنتعلم هنا في الدراسات الاجتماعية في social studies helping at home ازاي نساعد في اعمال المنزل في الماث في الرياضيات multiplication and division هنتعلم الضرب والاسمة بالانجلش في science هناخد natural resources in ايجيبت ده ملخص اللي انت هتستفيد بيه من الوحدة الرابعة نبدأ بال part one جزء الاول النهاردة مش عايزين نضيع وقت يلا الفوكابيولوري اهي caport 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 هناخد البي الاولانية هناخد صوتها وهنسيب البي التانية مش هنمطقها caport caport اللي هو الدلاب او الخزانة caport table table الترابيزة او باللغة العربية من ضدة او طاولة table lamp lamp الاباجورة او المصباح lamp البي هنا تنطق اما لو البي التانية اللي راسها من تحت دي ما كناش هنمطقها lamp chair كرسي chair chair كرسي لكن كرسي نقدر ننقله من مكان للتاني اما الكرسي الفوتي بتاع الصالون عندك او ال entry بنقول عليه arm chair arm اللي هو الدراع اهو دراع اهو دراع اهو arm chair يعني كرسي بدراعين خلاص clock ساعة الحيطة clock اما ساعة ايدك بنقول عليها watch لو عندك مكتبة حطت فيها هكونت بكده في البيت راجل مثقف او باباك بيقرى كتير هتلاقي عنده book case book case معناها مكتبة الكنبة اللي انت هريها لعبة دي ومبوازها الماما اسمها sofa sofa التلفزيون television television في حاجات كنا واخدينها قبل كده وممكن تكون في حاجات جديدة هقولهم مرة تانية بعدين هديك مساحة هتقول وراي يلا هتعمل ريبيت هتقول وراي يلا هتعمل ريبيت هتقول وراي chair armchair armchair clock 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 book case book case sofa sofa television television دايما هتلاقي المقطع ده s-i-o-n يتنطق jn زي mission اللي هي مهمة television خلاص عشان تبقى عارفها بس هنا بقى نتعلم حروف الجر الخاصة بالمكان الprepositions next to معناها بجوار next to next to بجوار القطة هي next to the table جنب الترابيزة بجوار الترابيزة next to بتساوي حرف جر تاني اسمه beside معناه بجانب او بجوار برضو الاتنين نفس المعنى next to بجوار عايز اقول القطة جنب الترابيزة هستعمل next to هقول the cat is next to the table فهمتيني؟ بعد كده on on يعني على او فوق هقول the cat is on the table on يعني على او فوق بعدين خلفة behind يعني وارد ترابيزة the cat is behind the table يبقى behind معناها خلفة هنا في الجهة المقابلة يعني ايه؟ يعني واقفة الناحية التانية وفي مسافة في النص اسمها across from across from يعني على الجانب الاخر زي البيت بتاعك كده بيكون قصاد بيت تاني الناحية التانية وفي النص شارع يبقى هقول across from يبقى the cat is across from the table على الجهة الاخرى من الترابيزة هقولهم لك كمان مرة next to on behind across from يالله والغراية next to next to on on behind behind across from across from across from بيدور على حاجة بتساوي كلمة search يبحث no يعرف بس خلي بالك الكيمش بننطقها no يعرف feed يطعم يأكل يعني بيأكل الطيور اقول feed the birds cut cut sweep يكنس بالمكناسة كده وبينظف القوضة sweep set يعد او يجهز انت مثلا هتتغدى فماما تقولك جهز للترابيزة يعني امسحة كده وشيل الأطباق اللي عليها وزبط للدنيا وحطي للملاحة كل ده اسمه set set يعني يجهز يعد الترابيزة make معناها يصنع مثلا هتعمل sandwich تقول make a sandwich تمام make يصنع خلاص look look for no feed cut sweep set make make يعني مستر بالراحة على شوية حاضر اقول الورايا look 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 for look for no no feed feed cut cut sweep sweep set set make 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 تمام كده ارناهما هم بالراحة يلا بينا ناخد الconversation بتاع النهاردة محادسة جميلة جدا بين هاني وبين بابا يلا بينا على المحادسة يا ريس هنا في محادسة جامدة جدا بيقولك look listen and read انظر واستمع وقرأ انا بيقولك جامدة جدا للا انها مليانة عاملة زي محادسات ستة ابتداء كده في منهج القديم في منهج time for english بص كده هاني هنا قاعد مع بابا الداد قاعد يقراه في كتاب وعمنا هاني حايز كده ما عرفش بيدور على ايه فبابا بيسأله بيقوله يا هاني انت بتعمل ايه قاله بيدور على كتاب الرياضيات المشكلة ان انا عندي واجب قاله انت تعرفوا فين يا بابا قاله لا ما عرفوش قاله طب انا ممكن اساعدك ندور عليه مع بعض هاني قاعد يفكر كده ويشغل الطاصة قال ممكن اكون حطته في المكتبة طب بص يا بابا انا هدور في المكتبة وانت هتدور لي في الخزانة راح بابا قاله ايوه هو موجودة هو جنب الصور قاله شكرا يا بابا ده ملخص الحوار اللي دور لكن في حاجات كتيرة كده في النصة هازين نشرحها مع بعض هاني what are you doing هاني what are you doing انت بتعمل ايه I am looking for my math book بدور على كتاب الرياضيات بتاعي do you know where it is هل تعرف يا ابي اين هو no لا I don't know انا لا اعرف I can't find it انا مش قادرة لآه and I have math homework وكمان عندي واجب حساب واجب رياضيات الداد قال له I can help you find your book اقدر اساعدك في العصور على كتابك اوكي I am looking on the book case انا هدور في المكتبة can you look in the cupboard please ممكن تدور في الخزانة لو سمحت it's here انه هنا in the cupboard في الخزانة next to big war the photos الصور thanks dad شكرا يا ابي نشرحها وبعدين هخليك تقولها معايا اوكي هنا السؤال هاني بينده عليه what are you doing ماذا تفعل هنا سؤال في المضارع المستمر بدأ بهاني نده عليه وضعنا كما تمام بعدين بدأ زي ما اخدنا في الوحدة التالتة اداة الاستفهام verb to be الفاعل بعدين الفاعل في ing دي طريقة السؤال اللي تعلمناها في الوحدة التالتة طريقة السؤال في زمن المضارع المستمر هاني what are you doing ماذا تفعل بدأنا بـ كما بعد المنادة وكمان وضعنا question mark في اخر السؤال لما تيجي تسأل حد انت بتعمل ايه احفظ السؤال ده what are you doing what are you doing ماذا تفعل what are you doing خلاص يبقى انت كده اتعلمت language function ازاي تستعمل الجملة دي لما تيجي تسأل حد انت بتعمل ايه وتعلمت وتعلمت كمان grammar ازاي كونت الجملة شرحت لك ثلاث حاجات اهو في اول سؤال خلاص number two i am looking for my math book هنا بيجاوب وبيجاوب في نفس الزمن زمن المضارع المستمر ال i واستعمل am مختصرة شال ال a بتاع فعل am وحط apostrophe بقت i am بدل مكان هيقول i am ال i am look حط له ing بقى looking i am looking انا بدور بدور على ايه حرف الجار for looking for يبحث عن looking for my math book المفعولة هو my math book كتاب الرياضيات خاصتي بتاعي حط صفة الملكية قبل اسم الكتاب my math book خلاص يبقى حط صفة الملكية بعدين وصفوا بان كتاب الرياضيات اللي هي math بعدين كلمة book الموصوف my math book كتاب الرياضيات خاصتي i am looking for my math book برضو جملة دي مطلوب منك تحفظها في اللانجوج علشان تعرف تقول اجابة السؤال ده انا بدور على ايه i am looking for my math book i am looking for my pencil i am looking for my book i am looking for my bag وهكذا اي حاجة انت بتدور عليها هتستعمل i am looking for my وتقول اسم الحاجة اللي انت بتدور عليها اوكي يوصل do you know where it is هل تعرف اين يكون اين هو تمام خلي بالك المفروض كان قال where is it لان السؤال بيبدأ بالفعل الاول لكن هنا قال سؤال في صيغة الجملة الخبرية كأنه بيقول هل تعرف موضعه يعني هو فين كأنه استعمل جملة تقريرية في السؤال يعني هو المفروض يقول where is it زي ما كنا بنقول what color is it what time is it لكن هنا قال له do you know هل تعرف where it is يعني مكانه فين بدأ بدو اللي هو الفعل المساعد معناه هل you الفاعل اللي سأله اللي هو انت يبيسأل بابا do you بيكلمه مباشرة اصادق do you هل no تعرف where اين it is يكون البنكتوشن بتاع كلام هاني هنا بدأ باي كابتل بداية جملة بعدين للاختصار هتعرف بعد كده ان الاختصارات كلها بنضع معناها فصلة عليا خلاص بعدين حط في اخر الجملة بدأ جملة جديدة بحرف كابتل جديد وده سؤال انتهى بكويسشن مارك خلاص بابا هنا رد عليه لما قال له do you know where it is قال له no I don't know لأ انا ما عرفش I don't know انا لا اعرف خلاص احفظ لي الكلمة دي I don't know لما حد يسألك على حاجة قل له I don't know الاستاذ يسألك على اي حاجة في اي مادة تقول له I don't know انا ما عرفش الجملة دي طبعا بيقولوها الاطفال اللي هم مش عايزين يتعلموا كل ما الاستاذ يسألوا على حاجة I don't know ما عرفش I don't know فرصة انهم يحفظوها هوا عشان يعرف يقولوها اني انجلش I don't know no I don't know لا امعرفش بدأ بحرف كابتل بعدين قلنا بعد يس ونو بنضع كومة خلاص الاي بتيجي كابتل في اي حتة في الجملة هنا مكان الاول اللي اتحزفت بتاع اللي هي اداة النفي اللي معناها لا في الاخر وضع full stop no I don't know نفى فعل no يعرف بكلمة don't معناها لا اعرف تمام no I don't know نروح لنمبر فور I can't find it انا مش لقيه and I have math homework هنا استعمل فعل كان في النفي كان منفي I can't انا لا استطيع بعدين بيجي بعديه على طول الفعل في المصدر find I can't find I can't find انا مش لقي مش لقي ايه جاب الضمير اهو at at معناه هو انا لا استطيع ان اجده اه هو اللي مش لقيه at اللي هو البوك يبقى شال كلمة بوك وحتى مكانها ضمير ينوب عنه اللي معناه هو I can't find it انا لا استطيع ان اجده فاعل I can't الفعل المودة الفيرب المنفي find الفعل في المصدر at المفعول and I have وانا لدي math homework واجب رياضيات انا عندي واجب رياضيات يبقى لما يكون عندك واجب هتقول I have عندك حصة تقول I have math class عندي حصة رياضيات عندك واجب انجلش هتقول I have english homework عندك واجب رياضيات I have math homework وهكذا يبقى هنتعلم الجملة دي علشان نعرف نقول عندنا واجب ايه خلاص اول حاجة هتتعلم لي لما تكون مش لاقي حاجة هتقولي الجملة دي I can't find it انا مش لاقيه لما تيجي تقول عندي واجب كذا I have math homework خلاص مع بعض كده في البنكتويشن I capital كبداية جملة أبوستروف مكان القول اتحزفت تمام بعدين في الآخر وضع full stop كجملة خبرية الجملة الخامسة I can help you find your book الجملة دي مهمة جدا I قد الفاعل كان يستطيع وبعدين زي ما قلنا الفعل في المصدر خلي بالك ان فعل help برضو من الافعال اللي لازم ييجي بعدها الفعل في المصدر ليه بص كده اهو help you انا ممكن اساعدك انت find او find جي في المصدر يبقى بعد help ييجي الفعل برضو في المصدر خلاص يبقى زي ما help جي في المصدر بسبب كان دايما بيجي بعدها فعل في المصدر help برضو من الافعال اللي تاخد بعدها الفعل في المصدر. علشان كده يجيه فعل في المصدر. يبقى عندي مصدرين. ده المفعول اللي هو بيدوره عليه. انا استطيع ان اساعدك في ايجاد كتابك. خلاص. احفظها معاد. استطيع ان اساعدك في الحصول على كتابك. ال ا بعدين في اخر الجملة. اوكي اوكي هنا اختصار كلمة اوكي اللي هي اوكي اي واي. لما نختصر الكلمة في البنكتويشن بنضعها كابتل او كابتل و كابتل. لان دي مش كلمة دي اختصار لكلمة. الاختصارات توضع كلها حروف كابتل. اوكي حسنا اي ام لوكين انا ابحث عنه في. في المكتبة. يبقى لما نقول هندور عليه. جوة المكتبة هنستعمل حرف خلاص. هنا استعملها في المضارع المستمر. اي ام لوكين. اي ام لوكين. مش لازم اقولها بالتفصيل بقى انت عارفت المضارع المستمر بيتكوني ازاي. خلاص. هنا الجملة بدأ كابتل ومنتهي بفول ستوب. هنا الكلمة الاولى كبداية جملة وكحروف مختصرة. واخدى الاتنين كابتل. بعدين الاي بتيجي كابتل في اي حتة في الجملة. ابوستر وفي مكان حرف الاي المحزوف. في الاخر وضعنا كجملة خبرية. هنا لما تكون عايز حد يساعدك بتستأزنه. بالسؤال بكان هل تستطيع? تبحث فيه. خلي بالك لما قلنا المكتبة قلنا لكن في الخزانة اللي هو الكابورد قلنا حرف الجار ان. يبقى المكتبة خدت حرف الجار ان. الخزانة خدت حرف الجار ان. ماشي? من فضلك? دايما ده للأدب. لما تكون بتكلم حد وطالب منه خدمة لازم تستعمل كلمة معناها لو سمحت او من فضلك. ودايما لما بتيجي في اخر الجملة بيكون قبلها كما. تمام? ولو وضعها في اول الجملة هتكون الكما دي بعدها. زي ما قلنا قبل كده. جات في اخر الجملة الكما قبلها. لو جات في اول الجملة يبقى الكما بعدها. ممكن تبص عليه تشوفه في الخزانة لو سمحت. بدأ بالسي كابتل وفي الاخر حط علامة استفهام. وابلي بليز وضع كما. اوكي. اي ام لوكين اون ذا بوك كيس. كان يو لك ان ذا كابورد بليز. هنا بيقول له اتس هير انه هنا. ان ذا كابورد نيكست تو ذا فوتوز. هنا دي جملة تقريرية اتس هير انه هنا. الفاعل ات ابوستروف مكان اي اللي اتحزفت بتاع فاعل از يكون. بعدين الهير هنا. دال على المكان. اتس هير انه هنا. ان ذا كابورد. المفروض ان دي كما. ان ذا كابورد في الخزانة. بعدين استعمل حرف جر تاني عشان يوضح مكانه فين بالزبط. ناكست تو بجوار ذا فوتوز الصور. اتس هير انه هنا. ان ذا كابورد ناكست تو ذا فوتوز. اي كابتل ابوستروف وفي الاخر فول ستوب. فاضل بقى تقول معايا الجمل علشان تتعلم المحادسة وتحفظ جملها. المطلوب مش حفظ المحادسة كلها على بعضها. لا. المطلوب انك تعرف توزف كل جملة فيها في المواقف الحياتية الخاصة بيك. يعني تستعملها في حياتك اليومية. بابا بيقول لك على حاجة ما تعرفهاش تقول له اي دونت نو. بتدور على حاجة مش لقيها تقول له اي كانت فاين ديت. وهكذا هو ده المطلوب منك عشان تتعلم اللغة كويس. يلا بينا. هاني. what are you doing? أستطيع أن أساعدك أن أجد كتابك حسنًا أستطيع أن أجد كتابك أستطيع أن أجد كتابك؟ إنه هنا في كتابك أستطيع أن أجد كتابك أستطيع أن أجد كتابك تقرأها بسرعة أستطيع أن أجد كتابك هنا بالنسبة لثانكس داد نحن نسينا نشرحها ثانكس تي المفروض كابتل المفروض أن ثانكس يأتي بعدها فولستوب وبعدها تبدأ جملة جديدة لكي تكون كابتل وفي الآخر هنا عشان هو فرحان أن لقي الكتاب وضع علامة تعجب شكرا يا أبي ممكن كان قاله لتنين صح شكرا وثانك يو داد لتنين واحد كده إحنا خلصنا درس النهاردة مش هطول عليك أكثر من كده لا تنساش لايك للفيديو تشارع على مواقع التواصل الاجتماع تفعل الجرس لو لسه مشترك معنا عشان توصلك كل التنبيهات وما تنساش أن فيديوهاتنا كلها موجودة في مقطع واحد على المدونة بتاعتي بسيبها لك في وصف الفيديو تحت الفيديو على طول علشان ما يتهش منك أي فيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلاب الصف الثالث لابتدائي أهلا بكم مرة تانية النهاردة إن شاء الله هنشتغل في الوحدة الرابعة الناس كتيرة مش صبر علي بتقول لي لا احنا عايزين نكمل الوحدة الرابعة انت وقفتها عند الدرس الأول تمام وكيه احنا هنكمل مع بعض النهاردة وهنبدأ من الدرس التاني تمام وبما ان انا عملت جروبات مغلقة على الفيسبوك هشرح فيها من الكتب الخارجية تمام هنشتغل من اكتر من كتاب خارجي لكن هنركز على المعاصر الجروبات دي هتكون بأجر رمزي مية جنيه في الترمو كله تمام يعني حاجة مش مكلفة ليك تماما يعتبر انت برضو اخذها بلاش فما فيش داعي ان حد يبعت له يقول لي ضيفني كده مجاني مفيش داعي للإحراج يعني انت عايز مجاني اهو على اليوتيوب شرح وافي وان شاء الله مش هتحتاج حاجة بعد الدرس ده اما المميزات التانية من الكتب الخارجية والتدريبات دي حاجة اضافية للناس اللي متابعاني واللي عايزة تشترك معايا لو انت حابب تشترك يبقى تدخل على الجروب اللي هسيب لك اللينك بتاعه في وصف الفيديو تحت الفيديو هتلاقي الجروب بتاعي في تفاصيل الاشتراك يلا بينا نبدأ في درس النهاردة الاستماع والتحدث تمام هنسمع بس مش هنسمع من هنا انا مجهز لك حاجات اهو الكلمات جايبها لك لوحدها اللي هناخدها النهاردة اول حاجة خدناها قبل كده بدل المرة عشرة ودرسناها في تانية ابتدائي برضو هي غرفة المعيشة غرفة المعيشة تمام بعد كده هناخد المحتويات الموجودة في اول حاجة عندنا وده برضو كلمة مش غريبة عليك انت درسها قبل كده يعني كرسي بنقدر ننقله من مكان للتاني خلاص الكلمة اللي بعد كده الكلمة اللي بعد كده كرسي الفتيه او الكرسي ذو الذراعين يعني كرسي بذراعين كده كرسي الكلمة مفسرة نفسها تمام بعد كده عندي الكابورد الكابورد هو النيش بتاعك اللي بتحط فيه الاطباق والفناجين اللي ماما ما بتطلعهاش إلا لما الضيوف ييجوا يعني يبقى يوم عيدة عندك لو انت كلت في طبق من دولة كل تلات سنين مثلا تمام كابورد كابورد هو النيش سي يو بي جاية من كلمة كاب كاب اللي هو الفنجان بص كده هتلاقي فنجين جوه النيش اهو تمام بورد بي او اي ار دي كابورد يعني النيش او الخزانة اللي بنضع فيها الحاجات الخاصة بالمطبخ اما الدولاب اللي بنضع فيه الهدوم اسمه وارد روب وارد روب تمام دلوقتي معانا تابل تابل يعني ترابيزة تي اي بي ال اي برضو واخدينها زمان التي في او التليفزيون اللي هو التليفزيون تي اي ال اي في اي اس اي او ان المقطع الاخير اللي هو اس اي او ان بيت نطق جن تليفزيون تليفزيون اوكي بعد كده عندي البوك كيس خزانة او مكتبة الكتب بوك كيس خزانة الكتب بوك كيس من اسمها بوك وكيس لكن هي كلمة واحدة بوك كيس اللامب اللي هي الابجورة او اللامبة اللي عندك اللي بتذاكر عليها بالليل لا اي ام بي الكلوك او الساعة ساعة الحيت سي او سي كي كلاك كاوتش كاوتش اللي هي الكنبة ممكن نقول عليها سوفا كاوتش كاوتش اللي هي الكنبة Personal نبدأ في درس النهاردة بعد ما اتعرفنا على الكلمات. اول حاجة عندي هنا بيقول لك الكابورد. تمام? عرفنا الكابورد اللي هو دولاب المطبخ او النيش. الترابيزة. اللي هي الابجورة. الكرسي. الكرسي الفتيه. اللي هي ساعة الحائط. خزانة الكتب. اللي هي الكنبة دي. وممكن تقول عليها صفا. صفا او كاوتش. اللي هو التلفزيون. طيب. هنبص في الصور كده كل صورة واخدها حرف. طيب فين هنا? هنلاقيه اهو. واخد الحرف اي فوضعنا هنا اي. طيب فين هنا? دور معايا. اهي هتلاقيها اف. يبقى هنضع قدام كلمة هنضع اف. بعد كده اللي هي ايوة اهي جي. يبقى هنضع هنا حرف جي. بعد كده فين هنا? ايوة بركز معايا اهو. اللي هو حرف الاي يبقى هنضع حرف الاي هنا ارمة اهو شايف الدراعين بتوعه? ده حرف الدي يبقى هنضع الدي هنا. واضحة جدا الساعة اهي حرف سي. بعدين الخزانة الكتب اهي حرف الاتش. الكاوتش زي ما قلنا الكنبة اللي هي السفا او الكاوتش هتبقى حرف البي. اللي هو التلفزيون حرف الاي. بعد كده بيقول لك المفروض في السؤال ده انك بتسمع لنص الاستماع من اللي عندك في الفصل وتكمل بناء على اللي بتسمعه هتكتب هنا الحاجات النقصة. لكن نص الاستماع مش متوفر. الى الان انا هقول لك الموجود ايه? دي عبارة عن اغنية بتقول يعني ايه الموجود في حجرة المعيشة بتاعتك سامي. يا سامي. اللي موجود في غرفة معيشتك يا سامي. وبتعيدها تاني كاغنية. سامي بيرد بيقول انا عندي تابل عندي تربيزة. there is a couch. وعندي كمان كنبة. and there is a lamp. وعندي كمان اباجورة. يبقى سامي بيرد بيقول there is a table there is a couch and there is a lamp. دي الحاجات الموجودة عندي سامي في غرفة معيشته في. هنا بنسأل نسمة بنقول لها what's in your living room? نسمة اللي موجودة عندك في غرفة معيشتك يا نسمة. what's in your living room? هترد تقول there is an armchair. انا عندي كورسي وتي? there is a cupboard and there is a television. عندي وعندي كورسي وعندي وعندي television. there is an armchair. there is a cupboard and there is a television. يبقى المطلوب منك هنا بيقول لك انت مش بس ان انت بتسمع الاغنية وبتكمل لا ده مطلوب منك يا ريس انك تسأل وتجاوب. تتعلم تسأل what's in your living room? الموجود في غرفة معيشتك. there is a chair. تقول انا عندي كورسي. تقول there is a lamp. عندي اباجورة. there is a book case. عندي خزانة كتب. there is a clock. عندي ساعة. there is an armchair. انا عندي كورسي فوته. there is a cupboard. عندي دولاب مطبخ او نيش. there is a couch. انا عندي كنبة. there is a television. انا عندي تلفزيون. تمام? طيب الحاجات دي محتاجة ومحتاجة ان احنا نفصص السؤال والاجابة. يلا بينا. علشان نفهم بتاع الدرس ده. هنا اول حاجة لازم نعرفها قبل ما ندرس اي حاجة لازم نعرف حروف الجر الخاصة بالمكان. تمام? اول حاجة عندي بجوار. شايف? الماوس ده جنب البوكس. تمام? يبقى بجوار. بجوار بنقول عليها ناكست تو. ناكست تو. يعني بجوار او بجانب. الماوس اهو ناكست تو ده بوكس. بجوار ايه? بجوار البوكس. تاني حاجة في حروف الجر. هنا الماوس وقف فوق البوكس. تمام? فوق يبقى على. هنقول على. على معناها ان. ان معناها على. طيب هنا الفور واقف بين الكرتونتين. بين التو بوكس. بين يعني بتوين. معناها بالعربي بينة. بتوين معناها بينة. تمام? the mouse is between the two بوكس. اوكي. هنا واقف ورا البوكس. خلفة. خلفة. بنقول عليها بهايند. بهايند معناها خلفة. يبقى ناكست تو معناها بجوار. ان معناها على. بتوين معناها بينة. بهايند معناها خلفة. نقولهم كمان مرة. ناكست تو. ناكست تو. ان. ان. بتوين. بتوين. بهايند. بهايند. تمام? في اربع حروف جر تاني موجودين. ان شاء الله لما تدخل على الجروب بتاعنا هتدرسهم معنا. انا ضيفهم من عندي. في منهم بعض منهم في الكتب الخارجية. وبعض منهم انا ضيفهم لك. علشان تكون عرفت التمن حروف جر المهمين في المرحلة الدراسية. هتلاقيهم حصريا على الفيديو اللي هنزله على الجروب على الفيسبوك. تمام? هنا هنكمل مع بعض هنتعلم ازاي نوصف الحاجة الموجودة عندي في الغرفة. لو انت عندك حاجة واحدة بس حاجة مفرد بتقول معناها يوجد للمفرد. تمام? عايز تختصرها بتشيل وتضع تبقى على طول. طيب عايز اقول ايه بقى? هقول يوجد كرسي. عشان هو كرسي واحد بنضع له اداة ناكرة ا. زي ما تعلمنا في اولة وتانية. يوجد كرسي. كرسي واحد. طيب لو انا الحاجة الموجودة عندي دي تبدأ بحرف متحرك. هقول ا? لا. هقول ان زي ما تعلمنا برضو في اولة وتانية. الحاجة الموجودة لما تبدأ بحرف متحرك تمام? هحط اداة ناكرة ان. دي حاجة واحدة كرسي في واحد. بادئ بحرف متحرك. يبقى هنبدأ بادات ناكرة ان. حروف المتحركة الخامسة. الا والاي والاي والا واليو. لما الاسم المفرد يبدأ بيها بضع له اداة ناكرة ان. اما لو هيبدأ بحرف ساكن زي سي بنقول اه. اهو تعلمنا ازاي اوصف الحاجة الموجودة عندي. لو هي مفرد. طيب لو هي جمع هنستعمل لوصف اكتر من حاجة موجودة عندي. طيب اختصارها ايه? بنقول بشيل وبضع مكانها زي ما شلت الاي وضعت هنا. هنا عندي ايه? عندي جمع. يعني اكتر من كرسي. اكتر من كرسي هشيل اداة ناكرة وضع اس الجمع. يوجد كراسي. طيب عايز اقول كراسي فوتيه. نفس القصة شلت ان وضعت اس الجمع. خلاص عرفنا كده? يبقى للمفرد للجمع. اداة ناكرة للمفرد اس الجمع للجمع. خلاص كده. بعد كده انا هتعلم ازاي اوصف الحاجة الموجودة عندي. ازاي اوصف مكان الحاجة. يوجد كرسي. طيب الكرسي ده موقعه فين? بتاعه المكان بتاعه. هنا موجود على الترابيزة. يبقى هستعمل حرف الجر. هقول. على الترابيزة. لاحظ ان المكان الاخير او القطعة الاخيرة بتسبق بذا. اللي هي اداة التعريف زي الالف واللام في العربي. المندضة. يبقى الاولاني الحاجة اللي انا بوصف مكانها بتكون النكرة. الحاجة التانية اللي انا بوصف عليها بتبقى معرفة معرفة بذا. يبقى الحاجة الاولى هقول اداة النكرة ا او ان. والحاجة التانية بتكون هنا 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 تعال نقول الجملة على بعضها. يوجد كرسي على المندضة. تمام كده? طيب هنغير المكان. الكرسي هيبقى خلف المندضة. خلف الترابيزة. يبقى نستعمل حرف الجر. behind. there is a chair behind the table. يوجد كرسي خلف المندضة. there is a chair behind the table. طيب. دلوقتي الكرسي يبقى بين الترابيزتين. فهقول between. between معناها بينة. زي ما قلنا من شوية. بينة. يبقى there is a chair between the two tables. يعني يوجد كرسي بينة المندضتين. تمام? there is a chair between the two tables. طيب. الكرسي دلوقتي بجوار الترابيزة او المندضة. يبقى هنضع next to. there is a chair next to the table. there is a chair next to the table. ملخص الكلام. لما بيكون المكان فوق بنقول on خلفة behind. بينة. between. بجوار next to. there is a chair on the table. there is a chair behind the table. there is a chair between the two tables. there is a chair next to the table. هنكمل مع بعض. دلوقتي انا عرفت حروف الجر. وعرفت ازاي اوصف مكان الحاجة. هنسأل بقى. what's in your living room هاني? ايه الموجود? ما هو الموجود عندك في حجرة المعيشة يا هاني? لاحظ حرف الجر in دايما هو اللي بييجي قبل الغرف. تمام? what is? لهي what's اختصرناها هو. in your living room. في غرفة معيشتك. وبعدين بوجه السؤال لاسم الشخص هاني. هيرد يقول لي. there is a couch. لو هو هتكلم عن حاجة واحدة بس. there is a couch. يوجد ايه? يوجد كنبة. طب لو عنده حاجتين. هيقول لي there is a ويقول اسم الحاجة. وبعدين يقول و اللي هي and ويقول اسم الحاجة التانية there is a. وهكزا. يوجد كنبة ويوجد تربيزة. خلي بالك هو بيستعمل مفرد في جملة ومفرد في جملة. يعني بيربط بين الجملتين بين مفردين. there is a couch and there is a table. يوجد كنبة ويوجد من ضدر. يبقى كل جملة بتتكلم عن مفرد لوحدها. هتقول لي طب انت ليه بتقولي الكلام ده هتعرف دلوقتي. هنا هيقول ان فيه تلات حاجات. وفي كل جملة هيقول انه يوجد حاجة واحدة بس. there is a couch. يوجد كنبة. بعدين هيربط بايه بالكومة. there is a table. يوجد من ضدر. and there is a book case. ويوجد خزانة للكتب. هنا عطفت كم جملة دلوقتي? تلات جمل على بعض. انا في الانجليش عمتا. لما اكرر اكتر من حاجة بربط بالكومة. خلاص. I have orange. انا معايا. برتقالة. مانجو. حباية مانجو. بربط بالكومة. ماشي. وبعدين مسلا هقول strawberry. تمام. and. واقول مسلا جوافة. خلاص. يبقى انا كده بعمل ايه? بربط بين كل كلمة بالتانية بالكومة. قبل الكلمة الاخيرة بضع and. هنا الكلام ده ينطبق برضو على الجمل. اهو ربطت الجملة دي بدي بالكومة. وربطت الجملة الاخيرة بيهم ب and. there is a couch. there is a table and there is a book case. طيب يا عم نرايح دماغنا ونقول there are. وخلاص. ممكن. هقول. there are a couch. a table and a book case. انا هو. قلت there are. يوجد. يوجد ايه طبعا عندي كم حاجة ده? واحد. اتنين. تلاتة. هنا لما انا بقول there are في جملة واحدة. يوجد ايه? يوجد كنبة. اه. كومة. a table. بعدين. and a book case. يبقى انا لغيت there is. ما كررتهاش. علشان ما كررتهاش. يبقى انا هقول اكتر من حاجة. يبقى هستعمل there are اللي تحكمهم من قدام. there are a couch. يوجد كنبة ومنضضة وخزانة للكتب. يبقى فيه فرق بين السطر ده والسطر ده. السطر ده عبارة عن تلات جمل متربطة. تلات جمل. تمام? ربط بين جمل. لكن هنا جملة واحدة لكن ربط بين كلماتها. ده الفرق بين الجملة دي والجملة دي. اتفهمت? هنا بقول there is a couch. ادي جملة. there is a table. ادي جملة. there is a book case. ادي جملة. ربطت هنا بالكمة. وهنا باند. لكن هنا دي جملة واحدة لكن بيعدي لي اكتر من حاجة. فقلت there are. بعدين ربط بين الكلمات بالكمة واند. تعال نكمل برضو الجرامة اللي لسه مخلص. what's in your living room? هاني. ده السؤال اللي احنا بنسأله. ماذا يوجد في غرفة معيشتك يا هاني. هيقول لي there is an armature next to the cupboard. يوجد كرسي فوتة كرسي بذراع عين بجوار دولاب المطبخ. there is an armature. خلي بالك من ادوات النكرة والمعرفة. عملهم لك باللون الاحمر. an النكرة للاسم الاولاني. ذا المعرفة للاسم الاخير. وبنربط بينهم بحرف الجر اللي باللون الاصفر اللي هو next to الدال على المكان. معناه بجوار. there is an armature next to the cupboard. الجملة اللي بعد كده. there is a lamp on the table. يوجد اباجورة على المندضة. تمام? الجملة اللي بعدها. there is a chair behind the table. يوجد كرسي خلف المندضة. الجملة الاخيرة. there is a big clock between the window and the television. هنا الجملة دي مختلفة شوية. ليه? عشان حرف الجر اللي هو between. لازم يقول between بين حاكتين. فهنا كررت اكتر من حاجة. قلت a big clock ساعة كبيرة موجودة فين بين. طب بين حاكتين. يبقى the window and the television. بين الشباك وبين التلفزيون. خلاص? there is a big clock between the window and the television. يبقى انا هنا بتعلم ازاي اوصف محتويات الغرفة كل حاجة اللي جنبها اللي فوقيها اللي تحتها وهكزا. next to on behind between. تعالى نرجع للدرس ونشوف احنا فهمنا ولا لا. what's in the living room? ايه اللي موجود في غرفة المعيشة. read and listen. اقرأ واستمع. there is a lamp on the table. يوجد ابجورة على التربيزة. number two. there is an armchair next to the cupboard. يوجد كرس يفتي بجوار الكابرت اللي هو الدلاب. دلاب المطبخ. there is a bookcase. يوجد خزانة كتب behind the table. خلف المندضة. there is a television. يوجد تلفاظ between the armed chairs. بين الكراسي او الكرسين الفوتير. تمام كده? هنا بيقول لك listen and write the name. هنا المفروض انك بتسمع نص استماع من التيتشر. بيقوله لك من غير ما تشوف انت الكلمات. تعالى نسمع نص الاستماع كده. انا هقوله لك. طبعا النص الاستماع مش موجود اساسا. ومش هتلاقيه في بعض الكتب الخارجية. لكن انا جبته لك. تعالى كده نقرأ مع بعض. الانرفيور او المحاور بيقول what's in your living room? ماجد. ايه اللي موجود في غرفة معيشتك يا ماجد? بيقول له there is a TV. انا مش عايزة ترجم واشوفك هتعرفها ولا لأ? there is a TV next to a bookcase with no box. انا big clock next to the armchair. بنراحة علي يا مستر وقول واحدة واحدة. حاضر. ماجد بيرد عليه بيقول له there is a TV next to a bookcase with no books and a big clock next to the armchair. تمام? ماجد هنا بيوصف الغرفة بتاعته. بيقول ان في تلفزيون جنب خزانة الكتب وما فيهاش كتب الخزانة فاضية. وساعة كبيرة موجودة جنب الكرسي الفتيه. ودي هتكون الصورة دي وهو الكتاب حلها. قالك دي هتكون غرفة ماجد. تعالة نسمع الصورة التانية بيقول لك هنا what's in your living room? نجوة. قالت there is a beautiful lamp next to the TV and lots of the books on the bookcase. يا ترى هتكون اي وحدة في الصورتين دولة. يا ترى number two ولا number three. هعيدها تاني. ركز معايا. there is a beautiful lamp next to the TV and lots of the books on the bookcase. اظن سهل ايه. ناخد الصورة التانية بالمرة معاها علشان نفرق بين الاتنين. what's in your living room طارق? قال له there is a big armchair for my dad. across from a cupboard. across from معناها في الجهة المقابلة. ودي من حروف الجر اللي هنشرحها على الجروب بتاع الفيسبوك. انا لامب on the table. انا لامب on the table. نقولها تاني. there is a big armchair for my dad. across from a cupboard. انا لامب on the table. لو هتركز معايا هتلاقي ان الصورة التانية هي بتتكلم عن نجوة. ليه? لانها قال there is a beautiful lamp في اباجورة. تمام? جميلة. next to the TV. جنب التلفزيون. and lots of books. والكثير من الكتب on the bookcase. على خزانة الكتب. اما الصورة الاخيرة هتكون لطارق. طارق كان بيقول ايه? there is a big armchair. انا عندي كرسي فتي كبير. for my dad. لوالدي. across from. في الجهة المقابلة للدلاب. a cupboard. انا لامب. واباجورة on the table. على المندضة. خلاص فهمنا الثلاث صور. رقم تلاتة هنا بيقول. draw your living room and write about it. يعني هترسم غرفة معيشتك. وهتتكلم عنها. وشاركها مع زميلك. هترسم غرفة المعيشة. وهتكتب الكلمات الموجودة فيها. هتقول there is a bookcase. يوجد خزانة للكتب with many books. مليئة بالكتب. and a clock. وساعة حائطة اهيه جنبها. between the window بين الشباك and the bookcase. وبين الخزانة. الساعة اهيه بين الشباك وايه والخزانة. there is a lamp you got a bajura next to the couch. جنب ايه الكنبة. ترسم محتويات الغرفة وتبتدي تعبر عنها. what's in your living room? there is a وتبتدي تتكلم. خلاص? هنا بيقول لك how can you help at home? ازاي تقدر تساعد في البيت. how can you help at home look and put through? علامة صح. helping your mom and dad. هتساعد مامتك وباباك. مساعدة والدتك وولدك. يا طرى هتساعدهم بانك تقعد كده watching TV تتفرج على التلفزيون. طبعا ده مش هنعمل علامة صحة هنا طبعا. طيب دي بتعمل ايه? اه دي بتعمل sweep the floor. يعني بتنظف الارضية. يبقى دي هنعمل لها علامة صح. هنا هي فعلا بتعمل helping. طيب دي بتعمل ايه? feed الذكات. يعني بتطعم القطة. feed الذكات يطعم القطة. يبقى دي علامة صح. دي كده بتساعد في حاجة من الحاجات اللي بنعملها في البيت. جماعة دولا بيعملوا playing video games. بيلعبوا ألعاب فيديو. هل ليه تعتبر مساعدة? لا طبعا يبقى هنسيبها. دولا بيعملوا ايه? playing football. هل playing football مساعدة في البيت? لا. ده نشاط خارجي. طيب الاخ ده بيعمل ايه? ده بيعمل making the bed. يعني هو دلوقتي واقف وبيقول I make my bed. انا برتب سريري. خلاص? يبقى دي فعلا مساعدة helping. يبقى هنعمل علامة صح. الاخ ده بيعمل cutting vegetables. يعني بيقطع خضروات. I cut the vegetables. انا بقطع الخضروات. يبقى علامة صحة ده فعلا helping للمام والداد. الاخ ده قاعدة هوم ريح و sitting. وقاعد بيعمل ايه? calling on the phone. بيتكلم في التليفون. يبقى ده مش مساعدة. بيقول لك انظر ووصل. هنا جايب لك الصور والكلمات تحت. feed the cat. انا قلتهم لك. وانا بشرح الصور. feed the cat يعني بيعمل ايه? cut the vegetables. cut the vegetables. قلناها. sweep the floor. sweep the floor. make my bed. make my bed. اهو بيرتب السرير وهو موصلها. set the table. يعني set the table. يعني يعد المائدة. set the table. يلا بينا نوصل. sweep the floor. هتكون هي دي. بتنظف الارضية. number three. ده بتعمل ايه? feed the cat. تطعم القطة. number four. cut the vegetables. بيقطع الخضار. ده بيعمل set the table البنت دي. واخوها بيعدوا المائدة. يبقى نحفظ مع بعض feed the cat. feed the cat. يطعم القطة. cut the vegetables. يقطع الخضروات. cut the vegetables. يقطع الخضروات. sweep the floor. ينظف الارضية. يكنس الارضية. make my bed. يعني بيرتب سريري. make my bed. set the table. يعني يعد المائدة. هنا بيقول لك write and say what you do at home. اكتب بقى وقول لنا انت بتعمل ايه في البيت? number one. number one. I sweep the floor. انا بكنس الارضية. ممكن نقول اللي ايه كمان? I make my bed. انا برتب سريري. وايه تاني? I set the table. انا اعد المائدة. ايه كمان? I feed the cat. انا اطعم القطة. يبقى هنتعلم هنا ازاي نتكلم عن الحاجات اللي بنعملها في البيت. انا كده خلص الدرس ده. وهنكمل حروف الجر زي ما انت شايف قدامك هيه. هنكملها مع بعض على الفيس. وهنحل من كتاب المعاصر ومن كتاب الباهر ومن كتب تانية. ومن جيم ان شاء الله استناني. لو عايز تشترك معنا على جروب الفيسبوك هتدخل على اللينك اللي في وصف الفيديو هتتابع التعليمات. ما تنساش تعمل لايك للفيديو. تشايره على مواقع التواصل الاجتماعي. وتفعل الجرس لو لسه مشترك جديد في القناة. مع تحياتي ياسر الكلاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم تابعينا الكرام على اليوتيوب. النهار ده ان شاء الله درس الماث للصف الثالث الابتدائي. مش عايز اقول لك ان دي رقم ستة لية في تسجيل الفيديوهات النهاردة. شرحت مرتين على وبعدين فيديو عدته تاني. وبعدين الدرس ده تالت مرة اعيده. ليه? لان انا اكتشفت ان برنامج اكشن بطيء جدا معايا. فكان الصوت في حتة والصورة في حتة. وكل ما ازبطهم مع بعض يختلفوا تاني. فاولت لا الناس هتقول لك ده ما بقيش يهتم بشغل اليوتيوب. فاولت اعيد تاني ما عنديش مشكلة. درس النهاردة درس عبارة عن الضرب والقسمة. المطلوب منك انك تكون شاطر في عملية الضرب والقسمة. يعني تكون شاطر في الرياضيات. علشان تعرف تفهم الدرس ده. طيب هتقول لي انا مش فاهم الضرب اساسا. هقول لك ماشي. كلنا مرينا بالمرحلة دي. وكان عندنا عقدة من جدول الضرب. لكن انا ممكن ابسطها لك على قد ما اقدر. يعني هو مش تخصصي. بس انا هحاول اساعدك. كلمة الضرب معناها التكرار. يعني ايه? يعني مسلا انا معايا بورتوانتين. بورتوانتين عايز ان انا اكررهم تلات مرات. يعني ايه? هكرر نفس العدد. يعني بورتوانتين في بورتوانتين. في بورتوانتين. قررت العدد كم مرة كده? تلات مرات. بورتوانتين وحطيت عليهم بورتوانتين بقيوا اربعة. وبعدين ضفت عليهم اتنين كمان بقيوا ستة. انا في كل مرة بجمع. لا هو الضرب بيلخص لك عملية الجمع. بتقول ان في بورتوانتين قررناهم تلات مرات بقيوا ستة. كلمة قررناهم هي قصة الضرب. اللي هي البرتوانتين العدد في تلاتة عدد مرات التكرار بقيوم ستة. طيب ما تيجي نشوف القصة دي هنا. هنا بيقول لك ايه? بيقول لك ان هنا في شلف نمبر وان شلف نمبر تو شلف نمبر تري. تلات ارفف معين او. هنحط في كل رف هنحط في كورتين. خلاص? يبقى هنا عندي كورتين. العدد اهو اتنين. هنا متكررين كم مرة? لسه دي اول مرة. طيب عايزين ناخد جنبهم اتنين. يبقى العدد هنا اتنين كمان. يبقى الرقم عندي اتنين متكرر مرتين. يبقى كورتين في الرف الاولاني. كورتين في الرف التاني. اتكرروا مرتين. يلا عم اخد للمرة التالتة. يبقى برضو العدد هنا اتنين. اتنين في الرف الاول. اتنين في الرف التاني. اتنين في الرف التالت. لو انت هتحب تجمعهم هتعمل كده. طبعا الموضوع ده طويل. هتقعد تعد كده ولو رقم كبير مش هنخلص. طيب انا عايز بقى حاجة مختصرة. علشان اعرف. اعد الرقم ده بشكل سريع. هتعمل ايه? تجيب العدد. العدد كان في كل رف اتنين. يبقى هنكتب هنا اتنين. طيب. بعدين هنكررهم كم مرة? كلمة هنكررهم كم مرة هو العلامة دي اللي هي الضرب. هنكررهم كم مرة? يعني التكرار هنا هيكون تلات مرات. ادي مرة. اتنين تلاتة. يبقى العدد اتنين وهو عدد الكورب. مكررين كام مرة? يبقى تلات مرات. يبقوا هيساووا ستة. خلاص? اتنين اتنين اتنين. هم اتنين كررتوهم تلات مرات ادوني ستة. يبقى اتنين ضرب تلاتة يساوي ستة. اتنين في تلاتة بيساوي ستة. خلاص? ادي هي يا سيدة عملية الضرب. خلاص? عرفناها عربي? تعال بقى انجلش. هنقولها ازاي? يعني اتنين في تلاتة يساوي ستة. اقولها لي كمان يا مستر حاضر. two times three equals six. two times three equals six. كلمة times معناها ضرب. ولو انت فاكر ان كلمة time معناها مرة وتايمز يعني مرات. يعني هنا نقدر نقول ان two times three اتنين متكررة. تلات مرات equals six بيديني الرقم ستة. خلاص? اتفهمت? تعال ناخد مثال تاني. هنا عندي رفين بس. بس الرفين دولا يشيلوا اكتر من كرتين. فانا هنا هامل الرف الاولاني بكورة بالتانية بالتالتة. يبقى عندي في الرف الاولاني تلات كور. خلاص? الرف التاني هنحط فيه برضو تلات كور. يبقى عندي تلاتة في الرف الاول وتلاتة في الرف التاني. كلام جميل? طيب يبقى هنا العدد كام? تلاتة. طب اتكرر كام مرة? كام تلاتة? ادي مرة? ادي تانية. يبقى العدد المراتي هو تلاتة متكرر مرتين بس. خلاص? هيدوني كام? ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يبقى تلاتة في اتنين بيساوي ستة. ازن انجلش هنقولها ثري اللي هو الرقم تايمز متكرر مرتين بيساوي ستة. تلاتة ضرب اتنين بيساوي ستة. يبقى هنا الرقم اتنين متكرر تلات مرات بيديني ستة. الرقم تلاتة متكرر مرتين بيديني ستة. ازن انا عرفت حاجة ممكن ما كنتش واخد بالي منها قبل كده. ان اتنين في تلاتة هي تلاتة في اتنين. بس الفرق ايه? كان كورتين متكررها تلات مرات. هنا العدد تلات كور متكررها مرتين. ازن احط في دماغي حاجة ما انسهاش ابدا. سواء انجلش سواء سواء في الرياضيات. ان الرقم الاولاني اللي على الشمال بيكون العدد اللي انا هعمل له عملية الضرب. والرقم اللي على اليمين بيكون عدد تكراره. عدد مرات تكراره. اتنين في تلاتة بستة. تلاتة في اتنين بستة. طيب ممكن تجيب لنا مثال تاني اقول لك من عنية. هنا زودنا الرفوف. خلينا اربع رفوف اهو وهنحط كورتين برضو في كل رف. اه دي الرف الاولاني كورتين. الرف التاني. الرف التالت. الرف الرابع. ازا هنا بقى عندي كورتين في اربع رفوف. يبقى العدد كام? قول انت بقى? العدد كام اتنين? اهو. خلاص? مضروف في كام رف? مقرر يعني كام مرة? تمام? يبقى اتنين في اربعة. اتنين في اربعة كورتين مقررين في اربع رفوف. اتنين في اربعة تكرار اهو اربع مرات. هيساوي كام? اتنين اربعة ستة تمانية. يبقى هيساوي تمانية. اتنين فاربعة بتمانية يبقى انت تحفظ جدول الضرب ده علشان انت خلاص فهمته النهاردة معانا في حصة اللغة الانجليزية يعني اتنين تمام متكررها اربع مرات هتساوي تمانية احنا درسنا في علم النفس الكلام ده لأولئي الامور درسنا في علم النفس زمان ان الطفل ما بيعرفش الارقام المجردة يعني الارقام المجردة انت لما تقول له اتنين في تلاتة مش هيفهم يعني اتنين في تلاتة لازم تقول له بورتقانتين هنكررهم تلات مرات وما تقولوش هنوزع يعني كلمة هنوزع دي غلط اصلا هنوزع يعني هنقسم فبلاش تقول له هنوزع انت تقول له بورتقانتين هنكررهم تلات مرات تمام هنكرر هنحط كده في مسلا في السلة هنحط كزا مرة هنحط المرة الاولى بورتقانتين المرة التانية بورتقانتين المرة التالتة بورتقانتين خلاص يبقى انا كده حطيت تقدي ايه في السلة? خلاص? لكن تقول له اتنين في اربعة مش هيفهم. ده تقريبا لغاية سنة تانية ابتدائي تقريبا ما بيفهمش الارقام المجردة. بعد كده يبتدي يفهم بقى. خلاص? هنا عندي رفين. رفين? هنحط فيهم اربع كور في كل رف. يبقى هنا الرف الاولاني اربعة. الرف التاني هيكون اربعة. يبقى اربعة زائد اربعة بيساوي تمانية. بس انا مش عايز اعملهم كده. انا عايز اقول ان اربع كور متكررين مرتين. متكررين كم مرة? ادي مرة ادي تانية. يبقى اربعة في اتنين. اربعة متكررة مرتين. بتساوي تمانية. يبقى هنقول four times two equals eight. اربعة في اتنين. بتساوي خلاص تمانية. يبقى هنا كان كورتين مكررين اربع مرات. هنا اربع كور متكررة مرتين والنتيجة واحد. two times four equals eight. four times two equals eight. فهم كده عملية الضرب? الضرب هو تكرار الشيء اكتر من مرة. تكرار نفس الرقم اكتر من مرة. خلاص? بعد كده هنروح وهو القسمة. القسمة ان انا بجيب حاجة بوزعها بشكل متساوي. يعني هنا مثلا. عندي one two three four five six seven eight nine ten. عندي ten chickens. عندي ست فرخات. عايز اوزعهم بين الاخ ده اللي مادت ايده بيقولك اديني فرخة يا عام. وبين الراجل اللي حاطت ايده في جيبه وخايف ان انت تظلمه تدي له وركة ولا حاجة والراجل دي اخد الباقي. طيب عزلنا رضيهم وهم الاتنين. هنعمل ايه? هندي كل واحد كم فرخة? المفروض دول عشرة. هقسم العشرة بالتساوي. اذا كل واحد هياخد كم فرخة? ها? برافو عليك. خمسة. يبقى هندي الاخ ده هنقول له خد يا عم في ايدك اهو خمس فرخات. وندي الاخ اللي ايدي في جيبه ده هنقول له خد يا سيد الخمسة بتوعك وانت هو يفزع لان كده ومدينا بوز. خلاص? يبقى هنقول ان يعني مقسمة على مقسمة على شخصين بتساوي فايف. يكتبها لك تحت اهو عشرة متقسمة على اتنين تمام بتساوي خمسة. يبقى عشرة ده عدد الفرخات اللي كان عندي في الاول. متقسمة على اتنين اللي هم الشخصين اللي هو فين اصادي بيساوي الرقم النهائي لكل واحد. كل واحد خد كم? خمس فرخات اللي هي الفايف. تان ديفايدد باي تو ايكولز فايف. عشرة متقسمة على اتنين بيساوي خمسة. عايزك تحفظ لكلمة ديفايدد باي ديفايدد باي يعني القسمة على. ديفايدد باي مقسمة على. كده ممكن تقول ان انت فهمت الدرس وتدخل على كتاب المدرسة وانت في بطنك ببطي خصيفي. كتاب المدرسة اهو اللي هو الضرب وهنا القسمة. بتقول لك ان احلى النشيطة. بص يا سيدي على الكتب في خزانة الكتب. كم عدد الكتب الموجودة هناك? طيب كم عدد الكتب الموجودة هنا? اتنين زائد اتنين زائد اتنين. واحد يقول لك لا بص واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. دي طريقة البداية. الجمع. طب انت عندك مشروع وعندك حاجات كتيرة عايز تعمل لها عملية جرد. هتمشي كده على كل حاجة تعدها بالرقم واحد اتنين تلاتة? لا. هنمشي بقى بالحاجة احنا كبرنا بقى في تالتة ابتداية وهناخد الضرب. ادي كتابين زرق. كتابين او كتابين صفر. خلاص? اتنين زائد اتنين زائد اتنين. يبقى كررت رقم اتنين كم مرة? ادي مرة. اتنين تلاتة. يبقى اتنين في تلاتة بساوي ستة. ازا هنا هكتب رقم اتنين. هبقى يعني الرقم اتنين متكرر تلات مرات. بيديني في النهاية الرقم النهائي ستة كتب. هنا بيقول لك يعني ملاحظة او تلميح هو ايه? تعريف بقى الضرب اضافة نفس الرقم يعني تاني وتاني اهو بكرر الرقم اكتر من مرة واحد اتنين تلاتة. رقم اتنين ده قررته كم مرة? ادي مرة. ادي التانية ادي التالتة. خلاص? يبقى طيب هنا بيقول لك تلاتة بخمسة بخمستاشرة. دي قاريت ما تبصليش على دي لان دي غلط. هتقول لي ازاي انت بتعدل على كتاب المدرسة اقول لك اه. المفروض هنا الرقم اللي على الشمال يكون اللي هو العدد تلاتة. متكرر خمس مرات. المفروض كده. زي ما احنا هنعمل هنا في هو حالي دي وانا اللي حالي للتانين. احنا هنمشي على المثال ده. سيب دي وتعالى بص هنا وانا هزبت لك ان هو غلطان هنا. اربعة في خمسة. يعني اربعة في خمسة. يعني اربع كور متكررة خمس مرات. اهو اربع كور واحد اتنين تلاتة اربعة. اربع دواير. تعال نشوف هيكاررها كم مرة? هدي هنا دي صح ليه? لانه جاب لك الرقم اربعة بعدين كرروا عدد مرات التكرار خمس مرات. ازا اربعة متكررة خمس مرات هتديني عشرين اللي هي بتساوي كام? بتساوي عشرين. المفروض كان عمل هنا برضو كده. كان قال الرقم تلاتة متكرر خمس مرات. لكن هو عمل العكس. هو جاب لك رقم خمسة مكرره تلات مرات. عرفتي بقى هو ليه غلط? هتقول لي طيب هي هي نفس النتيجة. اقول لك اه. بس انا عايز يلزق في دماغ الطفل ان الرقم الاولاني هو العدد الرقم والرقم التاني هو عدد التكرار. خلاص? يبقى تلاتة في خمسة. تلاتة كررتها خمس مرات. خلاص? كان هو كان ممكن كمان يلون هنا مسلا ده لون وده لون وده لون. يبقى كل تلاتة متكررة خمس مرات. كان ممكن يحلها بطريقة تانية يعني. تبقى تلاتة مكررة او مضروبة في خمسة بتساوي خمستاشر. هنا بيقول لك اربعة في اتنين بكام? انا رسمتهم لك اهم. هي دي كانت فاضية. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. ادي الرقم اربعة. هتكرره كم مرة? مرتين. يبقى هرسم كمان هنا اربعة. نعمل دولة بلون. خلاص? يبقى اربعة لما ضربها في اتنين. اصده اربعة لما كررها مرتين. هتديني كم? خلاص? اربعة في اتنين بتمانية. هنا برضو بيقول لك الرقم اتنين هتكرره تلات مرات. ادي الرقم اتنين دايرتين. كررناه مرة اتنين. تلاتة. ادي عدد مرات التكرار. يبقى الرقم على الشمال عدد تكرار المرات على اليمين. بتساوي كم? خلاص. اخر حاجة. تلاتة في خمسة. ادي التلاتة. قررتها لك اهو مرة. اتنين. تلاتة اربعة خمسة. كل مرة عملتها لك بلون. يبقى بتساوي خمستاشر. بيقول لك عايزك بقى تتعلم وتسأل وتجاوب. يعني ايه نتيجة اربعة في خمسة? قلت لها اربعة في خمسة بيساوي عشرين. بتقول لك بقى طبق يا ريس هنا على الحاجات اللي انت عاملها. دي قالتها على المثال اللي حلو الكتاب. تعال احنا برضو نقول نفس الموضوع. هنقول what is four times two? نقول four times two is eight. what is two times three? هنقول two times three is six. what's three times five? هنقول three times five is fifteen. خلاص عارفنا هنجاوب ازاي? لو ما فهمتش رجع الحتة دي تاني وانت تفهم اكتر. القسمة قلنا القسمة هي توزيع الرقم على مجموعات متساوية زي ما وزعنا من شوية. هو التوزيع لمجموعات متساوية. هنا خمستاشر حاجة موجودة على الترابيزة هنوزعهم على التلاتة دولة. يبقى كل واحد هياخد خمسة. اهي كاتبها لك. اهي كاتبها لك. هنا بيقولك شريف واصحابه بيحبوا الجزر. هنا بيقولك في تلات جزرات وهم تلات اشخاص. يبقى جزرايا هتبقى لكل واحد كلمة معناها لكل صديق معناها لكل. يبقى يبقى ترسم هنا جزرايا واحدة. دلوقتي احنا ربنا غنانا وابقى معانا ست جزرات. والعدد نفسه هو هو تلاتة يبقى كل واحدة ياخد اتنين. يبقى هنقول هنا. طيب نمبر تري. اللهم اصلي عن النبي. بقى معنا تسعة. يبقى تسعة هنقسمها على التلاتة. تبقى تلات جزرات لكل صديق ترسم هنا تلات جزرات. ده احنا بقينا مليونيرات وبقى عندنا اتناشر جزرة. هنقسمهم على التلاتة يبقى. هيبقى اربع جزرات لكل صديق. بتقول لك فكر اكتب واقول. يا طرح لما قسم عشر على اتنين هتديني كم? هتديني خمسة زي ما عملنا من شوية. يبقى تمام? راجع الجدول للضرب عشان تمشي معايا بسرعة. اتين ديفايد باي تري. طمانتاشر على تلاتة. سكس بتساوي ستة. تمام? فورتين ديفايد باي تو. قسمنا الاربعتاشر على الاتنين. هتساوي سيفن. ايت ديفايد باي فور. بتساوي كام? ايكوالز تو. تويني ديفايد باي فايف. ايكوالز فور. ناين ديفايد باي وان. تسعة لما نقسمهم على واحد. يبقى ياخدهم كلهم. تبقى ايكوالز ناين زي ما هي. اتمنى تكون فهمة الدرس. ما تنساش لو عجبك الفيديو ما تحربناش من اللايك. وشيروا على مواقع التواصل الاجتماعي علشان الفيديو انتشر. بعد كده الناس اللي هي شغالة معي على البرايفيت. استنونا في حل تمرين الكتب الخارجية. مع تحياتي ياسر الكلاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبيبي. ما عليش سامحوني على التأخير. اضخرت عليكم في الفيديو ده لكن هو الحمد الله هنبدأ النهاردة ان شاء الله في تكملة هنتكلم النهاردة عن الدرس الخامس والدرس الرابع. تمام? لكن هنا جايب لك الدرس الخامس. ده الصورة دي من كتاب المعاصر. تمام? فيها كلمات الدرس الرابع والخامس مع بعض. يعني انا قطع لك اهو كلمات الدرس الرابع وهنا كلمات الدرس الخامس. خلاص? هنبدأ في كلمة معناها معدن. تمام? الحاجة المصنوعة من المعدن بنقول عليها خلاص? المصباح وهنا خلاص? وعايزينها مكسورة كده انا دايما يا جماعة بنركز على موضوع النطق. سبون ما تقولش سبون خلاص? سبون. تمام? المعلاقة اسمها سبون. البيبر كليبس مش بابر ما تقولش بابر. اتعلم تقول بابر بابر كليبس. يعني ده بابيز بتاع الورق اللي بنلم بيها الورق مع بعض كده اسمها بابر كليبس. نايف نايف الكي ان من الحروف اللي بتديني صوت واحد لما بتجتمع مع بعض. الكي مع الان بتديني الصوت الان هو هو. نايف نايف. بس طبعا لازم تتكتب. حتى لو مش هنطقها لازم تتكتب. رولر. رولر. خدناها كزا مرة السنين اللي فاتت. بايك الدراجة. نايلز المسامير. نايلز. تشير الكرسي. طبعا في كلمات متعادة من السنين اللي فاتت. يبقى كل اللي انت شايفه اصادك ده مصنوع من الميتل. مصنوع من المعدن. لامب سبون بايبر كليبس نايف رولا بايك نايلز تشير. بقول للناس زي ما بتحمي ابنك بالكمامة من الكورونا احمي ودن ابنك من الكلمات اللي بتتنطق غلط في القنوات التانية. خلاص? لامب سبون بايبر كليبس نايف رولا بايك نايلز تشير. عندي كلمات تانية هيه ميلت ده فعل بمعنى ينصهر او يسيل او يذوب بندوب الحاجة بتبقى صلبة بندوبها علشان نشكلها بشكل معين. ينصهر يسيل يذوب ميلت ايرن اور ايرن اور يعني الحديد الخام اللي لسه ما عملناش ليه اي عمليات تصنيعية علشان نشكله بالشكل اللي احنا عايزينه. الحديد الخام ايرن اور ميتل الشيء المعدني المصنوع من المعدن تمام اسمه ميتل ميتل معناها معدني خلاص اللي هي الصخرة يبقى قول معايا زي كلمة بتتنطق كي زي سك وروك وضك تمام ميلت ايرن اور ميتل روك ميلت ايرن اور ميتل كلمات الدرس الرابع اللي هنبدأ بي الفونيكس هير هير تشير بير هير تشير بير هير تشير بير هير شعر خدناها قبل كده تشير معروفة الكرسي بير معناها زوج من حكتين فردتين يعني بعد كده عندي اير اير بير 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 اير بير تمام اير ودن واحدة بير اللي هي سيبك من كلمة ذقن دي ولا ذقن لا هي اسمها لحية الدقن دي اللي هو دقنك انت حتى لو مفهوش شعر اسمه دقن المنطقة اللي تحت بقى جديد اسمها دقن اما لو فيها شعر بنقول عليه لحية نقول عليه ايه لحية خلاص ما اسمهاش دقن اسمها ايه لحية هنا ده الدرس اللي شرحنا قبل كده بتاع درس الماث هنا بقى الدرس بتاع النهاردة الدرس الرابع اللي هنبدأ بيه اللي هو الفونيكس الصوتيات عايزين نتعلم صوت الاي اي اي وانا كنت شرحته كزا مرة قبل كده الاي اي اي احد الطرق اللي بمدي بيها حرف الاي لان احنا خدنا اكتر من طريقة ان انا اجيب حرف الاي في النص واجيبه في الاخر الكلمة اجيب حرف الاي ويجي وسطهم حرف ساكن زي بيك وتيك لكن هنا تمام هنجيب حرف الاي وراه حرف الاي هير تشير بير يبقى انا مديت حرف الاي كان فيه طريقة تالتة ان انا اجيب حرف الاي في اخر الكلمة بعد حرف الاي زي باي وبلاي تمام النهاردة بناخد جزء واحد بس من طرق مد حرف الاي بيفكرني بيه اللي هو اي اي الاي هتمدي الاي تبقى اي هير تشير بير يبقى لما تشوف الاي اي لازم تمدوا بالشكل ده تمام هنا بقى احد طرق مد حرف الاي اللي هو مد كده زي المد بالياي وخدناه قبل كده اير بيرد اير بيرد يبقى هنا اي هنا اي ده الفرق بين الاتنين درس الصوتيات هنا درس صغنطوط خالص تغطي انت بقى الكلمة تمام وتخلي زميلك يقولها هاو ديو ساي ذات ازاي تقول ده تجيب الصورة للحاجة وهو بقى يقول اسمها هير هي هي جاي بقى الشعب وهو قال الاسم هاو ديو ساي ذات كيف تقول ذلك هير تمام نجيب كرسي صورة كرسي ونسأل هاو ديو ساي ذات نقول تشير نجيب صورة فردتين شراب هاو ديو ساي ذات هنقول بير تمام هنا بيقول لك listen and write the words اسمع واكتب الكلمات المفروض دلوقتي انا هقول لك الكلمة وانت تكتبها يعني مسلا هقول لك هير هير تكتبها لي هنا هقول لك اير اير هتكتبها لي هنا بير بير هتكتبها لي نمبر ثري بعد كده اخر حاجة مسلا هقول لك بير او ممكن اقول لك تشير تشير خلاص هنا التيشير اللي عندك في الفصل هيختار لك اربع كلمات من الموجودة فوق وانت تكتبها خلاص نروح على الصفحة اللي بعدها learn to write with busy bee تعلم تكتب مع النحلة النشيطة listen read and trace استمع واقرأ وكتب he has red hair هو لديه شعر احمر خلاص and a white beard ويعني بيقول لك عنده كمان لحية بيضة ده الكلاون المهرج he has هاز هنا فعل يملك اللي هو هاف لكن مع هي وشي وات بنخليه هاز he has هو عنده red hair وصفت الشعر بتاعه انه لونه احمر red hair and a white beard يبقى هو دربني على كلمة hair along a ودربني على كلمة beard along e خلاص يبقى انا خدت المادة الطويل لحرف ال a والمادة الطويل لحرف ال a في جملة واحدة في الصورة الاولى الصورة التانية it has black ears it has black ears يعني هي عندها ودين اذنين سوداويين لو هنتكلم لغة عربية تمام عندها ودنين لونهم اسود black ears بيدربني على صوت long e صوت المادة الطويل لحرف ال a وفي نفس الوقت بيدربني على الكتابة لانك هتمشي على الجمل دي we have a new chair احنا عندنا كرس جديد in the living room في غرفة المعيشة we have هنا جات have لان الفاعل we يعني i we have a new chair عندنا كرسي جديد in the living room في غرفة المعيشة خلي بالك انا وصفت لتشير بان new فوضعت الصفة قبله وقبل ما اضع الصفة وضعت اداد النكرة لانه كرسي واحد a new chair in في وقلنا ان الغرف تاخد حرف جار in خلاص يعني كده ايه بديك شوية grammar اثناء ما احنا بنكتب ونتعلم الصوتيات برضو خلاص we have a new chair in the living room tip هنا بيقولك تلميح when we write a list لما بنكتب قائمة we use a comma هي الفصلة السفلة اللي بتبقى من تحت الفصلة السفلية خلاص كلمة list معناها قائمة اكتب عندك list معناها قائمة comma اللي هي الفصلة اللي من تحت السفلية اللي هي زي دي كده تيجي تحت الكلمة اما لو فوق الكلمة بنقول عليها apostrophe خلاص هنا بيقولك انا بحب لعب الكوتشينا اتمنى انكم ما تسمعوش الكلام ده كوتشينا مش جميلة خلاص ياريت ما نلعبهاش اصلا collecting magnets جمع المغناطيس and listening to music والاستماع للموسيقى يا دي النيلة علينا في كل حاجة لازم نسمع موسيقى عافية يعني هي خلاص i love playing i love playing cards وبعدين حطينا كومة لان ايه بقى ده النشاط الاول اللي انا عملته او اللي انا بحبه خلاص collecting magnets قادي ده تاني نشاط بحبه تاني نشاط برضو وضعت كومة اخر حاجة بحط and listening to music والاستماع للموسيقى يبقى لما اقول على اكتر من حاجة بضع بعد كل حاجة كومة وقبل اخر حاجة بضع and اللي هي معناها و خلاص عارفنا الكومة لازمتها ايه لما اعدد اكتر من شيء بعد كل شيء بقوله بضع الكومة تمام ادي الجملة الاولى يعني اول اول نشاط كومة تاني نشاط كومة قبل النشاط الاخير وضعت and ادي فايدة الكومة تريس ذا كومة يعني امشي على الكومة علشان تعرف تكتبها هتمشي على دي ودي 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 خلاص يعني تدور عليهم وتطلعهم وتسيب الكويسشن مارك والاكسكلميشن مارك ملكش دعوة بيهم يعني اكتب علامات الترقيم الصحيحة وضعت s بداية الجملة حرف كابتل ووضعتكما بعد اول حاجة بحبها وتاني حاجة ذكرتها وقبل ما اكمل الجملة الحاجة الاخيرة وضعت and وفي الاخر عندي full stop يبقى البانكتوشن ماركس اللي وضعت في الجملة دي واحد اتنين تلاتة اربعة four marks اربع علامات ترقيم بداية الجملة لازم تكون كابتل لما اعدد اكتر من شيء بضع كومة بعد الشيء الاول كومة بعد الشيء التاني في اخر الجملة لانها statement جملة خبرية وضعت full stop هو بيحب لعب كرة القدم والتنس والكرة السلة اذا هيتش هتكون كابتل كبداية جملة خليك مركز معايا بيحب ايه يبقى هضع كومة هنا وصادل حاجة الاولى اللي بيحبها تاني حاجة بيحبها تنس يبقى هضع كومة هنا وفي اخر الجملة هنضع full stop يبقى اقول معايا تمام كومة كومة full stop تمام كده نروح على الجملة number three بيقول لي there are a chair a clock and a television يوجد زي ما قلتلك قبل كده تمام لما اعدد اكتر من شيء اسهل حاجة استعمل there are بدل ما اقول there is a chair there is a clock there is a television طب يا عاما نتعب نفس ليه اقعد there is a television في كل واحد لا اقول there are وبعدين اقولهم كلهم زي ما انت شايفه there are a chair you got cursi وحط كومة وطبعا اتيها تكون كابتل اكلك وحط كومة انا television واضع ايه واضع full stop خلاص الجملة الاخيرة i feed the cats انا اطعم القطط make my bed وبرتب سريري and set the table واعد المائدة every day كل يوم الله لو قد ده نشيط جدا وhelpful مساعد ايه هتكون كابتل i feed the cats ده النشاط الاول يبقى هضع كومة make my bed وبرتب سرير ده النشاط التاني هنضع كومة and set the table everyday وبنضع full stop في اخر الجملة تمام اظن درس النهاردة كده سهل وبسيط نتقابل الدرس الجاي ان شاء الله مع المصادر الطبيعية استنونا ما تنساش like share على مواقع التواصل الاجتماعي مع تحياتي ياسر الكلاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبيبي ما عليش سامحوني على التأخير اضخرت عليكم في الفيديو ده لكن هو الحمد لله هنبدأ النهاردة ان شاء الله في تكملة هنتكلم النهاردة عن الدرس الخامس والدرس الرابع تمام لكن هنا جايب لك الدرس الخامس ده الصورة دي من كتاب المعاصر تمام فيها كلمات الدرس الرابع والخامس مع بعض يعني انا قطع لك هو كلمات الدرس الرابع وهنا كلمات الدرس الخامس خلاص هنبدأ في كلمة ميتل ميتل معناها معدن تمام الحاجة المصنوعة من المعدن بنقول عليها خلاص لامب المصباح وهنا البي تنطق خلاص لامب سبون وعايزينها مكسورة كده انا دايما يا جماعة بنركز على من وضوع النطق سبون ما تقولش سبون خلاص سبون تمام المعلقة اسمها سبون البيبر كليبس مش بيبر ما تقولش بيبر اتعلم تقول بيبر 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 كليبس يعني دبابيز بتاع الورق اللي بنلم بيها الورق مع بعض كده اسمها بيبر كليبس نايف نايف الكي ان من الحروف اللي بتديني صوت واحد لما بتجتمع مع بعض الكي مع الان بتديني صوت صوت الان هو هو نايف نايف بس طبعا لازم تتكتب حتى لو مش هنطقها لازم تتكتب رولر رولر خدناها كزا مرة السنين اللي فاتت بايك الدراجة نايلز المسامير نايلز تشير الكرسي طبعا في كلمات متعادة من السنين اللي فاتت يبقى كل اللي انت شايف وصادك ده مصنوع من الميتل مصنوع من المعدن باقول للناس زي ما بتحمي ابنك بالكمامة من الكورونا احمي ودني ابنك من الكلمات اللي بتتنطق غلط في القنوات التانية خلاص لامب سبون بيبر كليبس نايف رولر بايك نايلز تشير عندي كلمات تانية هي ميلت ده فعل بمعنى ينصهر او يسيل او يذوب بندوب الحاجة بتبقى صلبة بندوبها علشان نشكلها بشكل معين ينصهر يسيل يذوب ايرن اور يعني الحديد الخام اللي لسه ما عملناش لأي عمليات تصنيعية علشان نشكله بالشكل اللي احنا عايزينه الحديد الخام ايرن اور ميتل الشيء المعدني المصنوع من المعدن تمام اسمه ميتل ميتل معناها معدني خلاص روك اللي هي الصخرة يبقى ول معايا روك السي كي زي كلمة بتتنطق كي زي سك وروك ودك تمام كلمات الدرس الرابع اللي هنبدأ به الفونيكس هير هير تشير بير هير تشير بير هير تشير بير هير شعر خدناها قبل كده تشير معروفة الكورسي بير معناها زوج من حكتين فردتين يعني بير بعد كده عندي اير اير بير 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 اير ودني واحدة بير اللي هي سيبك من كلمة ذقن دي ولا ذقن لا هي اسمها لحية الدقن دي اللي هو دقنك انت حتى لو مفهوش شعر اسمه دقن المنطقة اللي تحت بقى جديد اسمها دقن اما لو فيها شعر بنقول عليه لحية بنقول عليه ايه لحية بير خلاص ما اسمهاش دقن اسمها ايه لحية بير هنا ده الدرس اللي شرحنا قبل كده بتاع درس الماث هنا بقى الدرس بتاع النهاردة الدرس الرابع اللي هنبدأ به اللي هو الفونيكس الصوتيات عايزين نتعلم صوت الاي اي وانا كنت شرحته كذا مرة قبل كده الاي اي احد الطرق اللي بمدي بيها حرف الاي لان احنا خدنا اكتر من طريقة ان انا اجيب حرف الاي في النص واجيبه في الاخر الكلمة اجيب حرف الاي ويجي وسطهم حرف ساكن زي بيك وتيك. لكن هنا تمام هنجيب حرف الاي وراه حرف الاي. يبقى انا مديت حرف الاي. كان في طريقة تالتة ان انا اجيب حرف الواي في اخر الكلمة بعد حرف الاي زي باي وبلاي. تمام? النهاردة بناخد جزء واحد بس من طرق مدى حرف الاي. بفكرني بيه. اللي هو اي اي. الاي هتمدى الاي. تبقى اي. هير. شير. بير. يبقى لما تشوف الاي اي لازم تمده بالشكل ده. تمام? هنا بقى احد طرق مدى حرف الاي. اللي هو مد كده زي المد بالياي. وخدناه قبل كده. اير. بيرد. اير. بيرد. يبقى هنا ا هنا اي. ده الفرق بين الاتنين. درس الصوتيات هنا درس الغنطوط خالص. cover the words and test your friends. خلاص? تغطي انت بقى الكلمة. تمام? وتخلي زميلك يقولها. how do you say that? ازاي تقول ده? تجيب الصورة للحاجة وهو بقى يقول اسمها. هير. هي هي جايب الشعب وهو قال الاسم. how do you say that? كيف تقول ذلك? هير. تمام? نجيب كرسي صورة كرسي. ونسأل how do you say that? نقول تشير. نجيب صورة فردتين شراب. how do you say that? هنقول بير. تمام? هنا بيقول لك listen and write the words. اسمع واكتب الكلمات. المفروض دلوقتي. انا هقول لك الكلمة وانت تكتبها. يعني مسلاً هقول لك hair. hair. تكتبها لي هنا. هقول لك ear. ear. هتكتبها لي هنا. pair. pair. هتكتبها لي number three. بعد كده اخر حاجة مسلاً هقول لك beard. او ممكن اقول لك chair. chair. خلاص هنا اللي عندك في الفصل هيختار لك اربع كلمات من الموجودة فوق وانت تكتبها. خلاص. نروح على الصفحة اللي بعدها. learn to write with busy bee. تعلم تكتب مع النحلة النشيطة. listen read and trace. استمع واقرأ وقته. he has red hair. هو لديه شعر احمر. خلاص. and a white beard. ويعني بيقول لك عنده كمان لحية بيضة. ده الكلاون المهرج. he has. has هنا فعل يملك. اللي هو have. لكن مع he or she or it بنخليه has. he has هو عنده red hair. وصفت الشعر بتاعه انه لونه احمر. red hair. and a white beard. يبقى هو دربني على كلمة hair. long a. ودربني على كلمة beard. long e. خلاص. يبقى انا خدت المادة الطويل لحرف الاي. والماد الطويل لحرف الاي في جملة واحدة في الصورة الاولى. الصورة التانية. it has black ears. it has black ears. يعني هي عندها ودان اذنين سوداويين. لو هنتكلم لغة عربية. تمام? عندها ودنين لونهم اسود. black ears. يبقى ادربني على الصوت long e. صوت المادة الطويل لحرف الاي. وفي نفس الوقت بيدربني على الكتابة لانك هتمشي على الجمل دي. we have a new chair. احنا عندنا كرس جديد. in the living room. في غرفة المعيشة. we have. هنا جات have. لان الفاعل we. يعني I. where you. we with a. ياخدو have. اما he وshe وit بياخدو has. زي ما هي هنا خدت has. ويت خدت has. تمام? we have a new chair. عندنا كرس جديد. in the living room. في غرفة المعيشة. خلي بالك انا وصفت لتشير بان new. فوضعت الصفة قبله. وقبل ما اضع الصفة وضعت اداة النكرة. لانه كرسي واحد. a new chair. in في وقلنا ان الغرف تاخد حرف. خلاص? يعني كده ايه? بديك شوية grammar اثناء ما احنا بنكتب ونتعلم الصوتيات برضو. خلاص? we have a new chair in the living room. هنا بيقول لك تلميح. when we write a list. لما بنكتب قائمة. we use a comma. هي الفصلة السفلة. اللي بتبقى من تحت. الفصلة السفلية. خلاص? كلمة معناها قائمة. اكتب عندك معناها قائمة. اللي هي الفصلة اللي من تحت السفلية. اللي هي زي دي كده. تيجي تحت الكلمة. اما لو فوق الكلمة بنقول عليها اباستروف. خلاص? هنا بيقول لك انا بحب لعب الكوتشينا. اتمنى انكم ما تسمعوش الكلام ده. كوتشينا مش جميلة. خلاص? يا ريت ما نلعبهاش اصلا. جمع المغناطيس. والاستماع للموسيقى. يا دينيلا علينا في كل حاجة لازم نسمع موسيقى عافية يعني هي. خلاص? وبعدين حطينا لان ايه بقى? ده النشاط الاول اللي انا عملته او اللي انا بحبه. خلاص? ادي ده تاني نشاط بحبه. تاني نشاط برضو وضعت كومة. اخر حاجة بحط ان. ان listening to music. والاستماع للموسيقى. يبقى لما اقول على اكتر من حاجة بضع بعد كل حاجة كومة وقبل اخر حاجة بضع ان. اللي هي معناها و. خلاص? عارفنا الكومة لازميتها ايه? لما اعدد اكتر من شيء بعد كل شيء بقوله بضع الكومة. تمام? ادي الجملة الاولى. يعني اول اول نشاط كومة. تاني نشاط كومة. قبل النشاط الاخير وضعت ان. ادي فايدة الكومة. تريس ذا كومة. يعني امشي على الكومة علشان تعرف تكتبها. هتمشي على دي ودي ودي ودي. خلاص? يعني تدور عليهم واتطلعهم. وتسيب الكويسشن مارك والاكسيكلميشن مارك. ملكش دعوة بيهم. رايت ذا كوريكت بانكتواشن. يعني اكتب علامات الترقيم الصحيحة. شي لايكس ايس كريم. تشوكليت ان كاندي. وضعت اس بداية الجملة حرف كابتل. ووضعت كومة بعد اول حاجة بحبها. وتاني حاجة ذكرتها. وفي قبل ما اكمل الجملة الحاجة الاخيرة وضعت ان وفي الاخر عندي فول ستوب. يبقى ايه اللي وضعت في الجملة دي? واحد اتنين تلاتة اربعة. اربع علامات ترقيم. بداية الجملة لازم تكون كابتل. لما اعدد اكتر من شيء بضع كومة بعد الشيء الاول كومة بعد الشيء التاني في اخر الجملة لانها جملة خبرية وضعت فول ستوب. هو بيحب لعب كرة القدم والتنس والكرة السلة. ازن هي هتكون كابتل كبداية جملة. خليك مركز معي. بيحب ايه? هي لايك اس بلاين فوتبول. يبقى هضع كومة هنا. وصعد الحاجة الاولى اللي بيحبها. تاني حاجة بيحبها تنس. يبقى هضع كومة هنا. وفي اخر الجملة هنضع فول ستوب. يبقى اقول معي تمام? كومة كومة فول ستوب. تمام? كده? نروح على الجملة. بيقول لي. زي ما قلت لك قبل كده. تمام? لما اعدد اكتر من شيء اسهل حاجة استعمل. بدل ما اقول. طب يا عما هتعب نفسي ليه? اقعد في كل واحد. لا. اقول وبعدين اقولهم كلهم. زي ما وطبعا التي هتكون كابتل. اكلك وحط كومة. انا واضع ايه? واضع فول ستوب. خلاص الجملة الاخيرة. انا اطعم القطط. ميك ماي بيد وبردت بسريري. واعد المائدة كل يوم. الله. الوقت ده نشيط جدا. مساعد. اي هتكون كابتل. اي فيد ده كاتس. ده النشاط الاول. يبقى هضع كومة. ميك ماي بيد وبردت بسرير. ده النشاط التاني. هنضع كومة. وبنضع في اخر الجملة. تمام? اظن درس النهاردة كده سهل وبسيط. نتقابل الدرس الجاي ان شاء الله. مع المصادر الطبيعية. استنونا ما تنساش لايك شير على مواقع التواصل الاجتماعي. مع تحياتي ياسر الكلاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا بكم طلاب الصف الثلاث الابتدائي. النهاردة ان شاء الله هنخلص الوحدة الرابعة علشان نبدأ في الوحدة الخمسة قريب ان شاء الله. كنا خلصنا درس الصوتيات لكن في تعليق هنا. انا شرحت الجزء ده بسرعة المرة اللي فاتت. لكن استدعاني حاجة هنا. كانت في ناس لفتت انتباهي اليها بدري. لكن جاوبتهم وقلتهم لما نوصل لها ان شاء الله هعلق عليها ونسيت وشرحت عادي. ايه هي الجزئية بقى الجزئية هنا ان في المنهج بيقول لنا وبعدين واضع 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 وبعدين طبعا ما ينفعش في الانجليش ان انا اضع واند ورا بعض. دي الجزئية اللي انا نسيت اعلق عليها ومشيت وراك كتاب عادي. لا الجزء ده غلط. مهما حاول لحد يقنعنا ان الكتاب صح? لا. الكتاب فيه اخطاء واحنا طلعنا كزا خطأ قبل كده. ودي من ضمن الاخطاء. لكن الخطأ هنا بصراحة خطأ كبير. ليه? انا بستعمل الكومة علشان اعدد اكتر من حاجة. وباجي قبل اخر حاجة وبضع طيب. انا لما وضعت يبقى ايه لازمة الكومة? ما هي يا كومة يا انا بضع كومة في الاول. خلاص? وبعدين هضع كومة تاني حاجة. ولو فيه تالت حاجة هضع كومة. قبل خامس حاجة بنقول كزا. طيب هنا وضعت كومة في العنصر الاول اللي هو حطيت كومة. طيب. وهقول يبقى ايه لازمة الكومة? ما لهاش لازمة. ما هي تحل محل الكومة? خلاص? ما دام هي جاية اخر حاجة. يبقى مش هنحط كومة قبل في كل الجمل دي. هتبقى وراهاش كومة. خلاص? وبعدها مش هنحط كومة. هنا فيه ايه? بيقول لك اي فيد ذا كاتس ميك ماي بيد. بعد برضو مش هنحط كومة. خلاص? ده تصحيح للكتاب وتصحيح للنسيان اللي انا نسيت اعلق عليه في الفيديو اللي فات. انت تتعلم الحاجة الصح? ايا كان اللي وضع المنهج ده. بنقول له غلط اللي انت عامله هنا. وقابل كده برضو كان فيه تعليق على برضو كان فيها اخطاء في سنة اولى وسنة تانية ابتدائي. برضو شرحين حاجات يقول لك وبيقول لك جاي في سنة تالتة عديلها هو هنمشي على اللي كنت بتشرحان قبل كده في سنة تانية ابتدائي. ونمشي على في اللي انت بتشرحانها في تالتة ابتدائي. يعني هي كده بصراحة لغبطها. احنا اللي مقتنعين بيه الحاجة الصح ان انا هقول لو هقول كده الجملة تمشي صح. عايز اقول في اول الجملة هقول وبعدين اقول اداة نكرة قبل كل واحد وهضع كومة بعد وخلاص وحط في الاخر. كده الجملة تبقى صح. نروح لدرس النهاردة بيقول لي درس العلوم يعني المصادر الطبيعية. ناتشورال ريسورسز. ناتشورال ريسورسز. اكمل الكلمات. المصباح اسمه لامب. وهنا البي طنطق عادي. خلاص. المعلقة اسمها سبون. سبون. المصطرة كالعادة اخدناها اكتر من المرة. رولر. 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 كرسي. 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 نمبر تول بيزي بي. بتقول what do you have in your home? what do you have in your home? ايه الموجودة عندك في بيتك? draw and write. ارسم واكتب. هترسم الحاجات الموجودة عندك في البيت. وتقول at home في البيت. I have. انا عندي. وتبتدي تعد. وبعد كل حاجة هتحط كومة. واخر حاجة هتضع and زي الجمل دي. تمام? بعد كده هنروح للصفحة اللي بعدها يقول لي listen and read. استمع وقرأ. we use metal everywhere in our homes. نحن نستعمل العناصر المعدنية او المعدن في كل مكان في بيوتنا. we use metal everywhere in our homes. زي ايه? number one. we use a knife. نحن نستعمل السكين for our food. في تحضير او تجهيز طعامنا. من اجل طعامنا. اكلنا. we use a knife. الكيمش بتتنطق. we use a knife for our food. a knife السكينة مصنوعة من المعدن. من الميتل. بنستعملها ليه? علشان نقطع بيها cut vegetables slice fruit. تمام? نقطع بيها الخضار. نقطع بيها الفكهة. تمام? اللحوم وهكذا. number two. our bikes. الدراجات الهوائية بتاعتنا. are made of metal. مصنوعة من المعدن. العجلة اللي بتركبها. مصنوعة من من عناصر معدنية. من المعدن. our bikes. يعني دراجاتنا. are made of metal. مصنوعة من المعدن. we use nails. nails اللي هي المسامير. to make things. علشان نصنع بيها الاشياء. اي حاجة بنستعملها سواء حاجات خشبية او معدنية بنقفلها بالمسامير. حتى جهاز الكمبيوتر اللي معاك. حتى الموبايل. اي حاجة بتستعملها خشب معدن بنقفلها على بعضها كده بنربطها بالمسامير. اي اجهزة كهربائية. we use nails to make things. نحن نستعمل المسامير لصنع الاشياء. we use paper clips. نستعمل دبابيس الورق in our offices. في مكاتبنا. اي مكتب. في ورق بنلم الورق بالدبوس ده. مصنوع من اين? من المعدن. we use paper clips in our offices. في مكاتبنا. طبعا هنا بيقول لك read. واحنا عايزين ننمي عنصر القراءة. واللي يعرف يقرأ كويس بس يبعث لي الفيديو بتاعه وانا انزلهله. قول معايا. we use a knife for our food. we use a knife for our food. our bikes are made of metal. metal. our bikes are made of metal. we use nails to make things. we use nails to make things. we use paper clips. in our offices. we use paper clips. in our offices. number two. look listen and match. انظر استمع وصل. جايب لك هنا صخرة. وجايب لك انصهار للحديد. وجايب لك العنصر الخام للمعدن. وبيقول لك ميلت. ايرن اور روك. ميلت يعني يذيب. بيدوب الحاجة بيسيحها. خلاص? ايرن اور اللي هو خام الحديد نفسه. روك اللي هي الصخرة. يبقى هنوصل كده. تمام? هنقول ان اول حاجة هي روك. نامبر تو ميلت بيعمل عملية اذابة. تمام? بيصهر او يذيب. يسيح الحديد يعني بيسيحه. ميلت. بعدين هنا ده خام الحديد نفسه. اقرأ ورقم. تعال نشوف قصة الحديد. بيتحول ازاي للاشكال اللي احنا بنشوفها. يعني هنا مسلا في فورك وهنا سبون. طبعا علشان نوصل للشكل ده ايه مراحل التصنيع المختلفة. خام الحديد هو مصدر طبيعي. بيبقى موجود في بطن الارض. عنصر كده عنصر الحديد. لكن بيكون في شوائب كتيرة. لازم يتم صهر الحديد. نسياحه يعني. علشان نعرف نستعمله. ونستخرج العنصر الخام اللي فيه. بيقول لك اهو نحن نستخرج خام الحديد من الصخر. بنطلعه من الصخور من بطن الارض. ونذيبه. نصهره. بنسياحه يعني. هذا يصنع الحديد. ده اللي بيدينا العنصر المعدن اللي في النهائي قبل ما نشكله. نحن نصنع اشياء مختلفة. العديد من الاشياء. من المعدن. بعدين بيقول لك رقم الصور دي بناء على فهمك والجمر اللي انت قاريتها. يعني مثلا. الجملة دي بتقول لك ان خام الحديد عنصر من المصادر الطبيعية. ونذيبه نصهره. اده عملية الصهرة هي. تمام? ده عملية هتبقى هنا بنصهر الحديد. هذا يصنع ايه? المعدن. اللي هو ده. خلاص هنا اتحول الى لكود الى سائل. ده بقي معدن خلاص صافي من الشوائب. يبقى ده هتبقى اللي هي بقت ايه? هذا يصنع ايه? العنصر المعدن الخام الخالي من الشوائب. نصنع اشياء مختلفة. اهل اشياء المختلفة زي المعلقة. تبقى هنا نمبر فور. عرفت الترتيب? المطلوب حفظ كلمات دي واحد يقول لي انت مش جاي بترجمة الكلمات ليه? هقول له انا ترجمتها لك مع الدرس اللي فات مع درس الصوتيات لو تفتكر. ارجع لقائمة التشغيل وشغل الدرس اللي قبله هتلاقيني مترجم لك الكلمات دي. ايرن اور خامل حديد. ميلت فعل بمعنى يذيب او يصهر. ناترال ريسورس وهو المصدر المصدر الطبيعي. روك يعني الصخرة. كلمات دي تحفظها زي اسمك. ساينس درس العلوم ناترال ريسورسز المصادر الطبيعية. لسن ان ريد استمع واقرأ. ناترال ريسورسز ان ايجيبت. المصادر الطبيعية في مصر. ناترال ريسورسز ان ايجيبت. لسن ان ريد استمع واقرأ عشان كده همشي على مهلي علشان تطور عنصر الاراية عندك. في مصر. لدينا العديد من المصادر الطبيعية. الرمال واحدة من هذه المصادر الطبيعية. نحن نستطيع ان نستخرج الزجاج. نصنع الزجاج من الرمال. يبقى نقولها من الاول من غير تجامة. ايجيبت والوراية. ايجيبت. نحن نحن نظرطة طبيعية. منا نترال ريسورسز. نحن نسلطة طبيعية. مصدر طبيعية. رمال واحدة كما ايجيبت. نحن نستخرج أو بنجيب بناخد الرملة من الصحراء ده اول حاجة بنعملها بس مش اي رملة رملة معينة اللي هي النعمة جدا وليها مواصفات خاصة بنضيف عناصر كيميائية مواد كيميائية للرملة بنحطها على الرملة بنسب معينة تمام علشان نصنع الازاز بتاعنا نضع الكيميائية للرملة بنضع كل شيء في إناء بول اللي هي السلطنية أو حاجة عميقة تمام في إناء نقولهم تاني في واحدة بعتتلي قبل كده على الواتس بتقول لي ديزيرت وديزيرت الفرق بينهم ديزيرت اللي هي الصحراء أما الديزيرت اللي هي ضابل اس دي بتكون الحلويات اللي بعد الأكل نضع الكيميائية للرملة بنسب معينة نضع الكيميائية للرملة بنسب معينة ثم نضع كل شيء في حلوة ثم نضع كل شيء في حلوة هنا بيقولك كتب لك بالبنط العريب اللي هي الخط ورقم واحد يعني ايه الكلام ده نحن نصهر والمواد الكيميائية المتضفى لها بندوبهم بندوبهم تحت درجة حرارة عالية لغاية ما يبقوا سائل متجانس يبقوا سائل كده تمام زي ايه زي ما تكون انت عامل كده ايه عصير مانجا ويكون تقيل واخد بالك بعد كده بنشكل الزجاج ده على الشكل اللي احنا عايزينه هنعمل بيه كاس هنعمل بيه كوباية اي حاجة احنا عايزينها ثان ويشيب هنا جاية كفاعلة مش اسم يعني شيب اساسا معناها كاسم معناها شكل لكن هنا جاية كفاعلة معناها يشكل تمام ثان ويشيب ذا جلاس بعدين بنشكل الازاز نستطيع ان نصنع العديد من الاشياء من الزجاج نستطيع ان نصنع العديد من الاشياء من الزجاج نقول بالراحة نقول الوراية وي ملت ذا سيند ان كيميكالز تو ميك اليكويد ثان وي شيب ذا جلاس وي كان ميك ميني ثانس نجي ميش بننتقها فروم جلاس خلاص خلي بالك كلمة ساند هنا فهي في الانجلش مفرد تمام فتعامل معاملة المفرد وما يجيش منها جمع ماقولش ساندس غلط ماشي وتاخد از لو هجيب لها فرب توبي ماشي لان دي كمية زيها زي الاكلات اللي كانت عبارة عن كمية ماينفعش اجمعها زيها زي الوجر زي المية برضو بتعامل معها ككمية ما تجمعش اقره واختار ايجبت هاز مني ناتشرال مصر فيها العديد من ناتشرال ريفرز ولا ريسورسز ولا كارز ناتشرال عنوان الدرس هو المصادر الطبيعية نصنع ايه ديزرتز ولا كيميكلز ولا جلاس طبعا احنا بنصنع ايه هنا هو الجلاس نستطيع ان نصنع الزجاج من الرملة نستطيع ان نصنع نستطيع ان نصنع الزجاج من الرملة لسوائل تمام سوائل لكن هنا يعني اشياء صلبة يعني غازات بنحولها لسوائل علشان بعد كده نشكلها بعد ما بتتشكل ساعتها احنا نقدر نحولها لسولدز اللي حاجات صلبة اهو اللي عايزي تأكد من الاجابة هنا مفرد هنا جابها لك جمع هتقول لي ما احنا في الاخر بنحولها لاشياء صلبة ماشي بس لازم تتشكل الاول هنا جاب لك بيقول لك احنا في مرحلة الاذابة بندوب الرملة مع المواد الكيموية ليه؟ عشان نحولها الليكويد لما تتشكل ساعتها هي تتحول في الهواء تسيبها بره كده لغاية ما تبرد تتحول ليه؟ لعنصر صلب اللي هو السولدز خلاص اشياء صلبة سولدز خدناها قبل كده الاشياء الصلبة اللي هي السوائل اللي هي الغازات خلاص دي الاشكال الفيزيائية للمادة في الحياة بتاعتنا يا اما بتكون سولد صلبة او ليكويد سائلة او جاز غاز خلاص الكلمات المطلوب حفظها اللي هي السلطانية او الاناء العميق ليكويد سائل ساند الرملة او الرمال شيب الفعل اللي بمعناها يشكل دي الحاجات المطلوب منك تحفظها بول ليكويد ساند شيب كمان مرة بول ليكويد ساند شيب تمام كده اهو جاوبتهم لك اهم رقمتهم لك الترقيم لو انت عايزوا واد الدواير اهي عشان تكون كل الاجابات واضحة نروح للصفحة اللي بعدها نمبر ثري بيقول لي اللي هي ايه دورة انتاج الازاز دورة انتاج الزجاج to make glass from sand علشان تصنع الازاز من الرملة add chemicals ضيف العناصر الكيميائية او المواد الكيميائية put everything in a bowl هتضع كل شيء فين في عناق عميق بعدين we melt the sand نحن نصهر او نذوب الرملة and chemicals والعناصر المعدنية دي تمام number four shape the glass هنركب نعمل نشكل بقى ايه الازاز نفسه shape the glass هنشكل الازاز look read and order يعني انظر وقرأ ورتب number one another Egyptian natural resource is water بيقولك في عنصر تاني من المصادر الطبيعية المصرية هو الماء الماء عندنا هو اهم مصدر طبيعي another Egyptian natural resource is water number two هتكون كالتالي farmers get water from the Nile الفلاحين او الفلاحون لو هبدأ بها الجملة مبتدأ يبقى مرفوع farmers get water الفلاحون يحصلون على الماء from the Nile من الماء تمام number three بيقول لي farmers give water to the plants الفلاحون يسقون الزرع بالماء farmers give water to the plants بعدين number four بيقول لي vegetables need water to grow الخضروات بتحتاج الماء لكي تنمو بعدين number five we buy vegetables at the market بنشتري بقى الخضار من السوق اخر حاجة بيقول لي then we eat vegetables بعد كده بناكل الخضروات دي الدورة بتاع الماء اللي هو natural resource ماشي مصدر طبيعي من المصادر الطبيعية الموجودة عندنا في بلدنا another Egyptian natural resource is water farmers get water from the Nile farmers give water to the plants vegetables need water to grow so we buy vegetables at the market then we eat vegetables كده أنا خلصت الفيديو اللي عايز يطلع من الفيديو كي اللي عايز يتعلم القرية هنمشي بالراحة من دلوقت ياهو اللي عايز يقرأ بالراحة معايا another Egyptian natural resource is water number two farmers get water from the Nile number three farmers give water to the plants number four vegetables need water to grow number five we buy vegetables at the market number six then we eat vegetables أصعب كلمة الناس بتغلط فيها هي vegetables vegetables ما تقولش vegetables vegetables كمان مرة vegetables طبعا هنا علشان فيه وظاهر وكلام فاضي أنا مش هكمل ده أنا اكتفيت كده بالوحدة الرابعة نتقابل إن شاء الله في الوحدة الخمسة مع تحياتي ياسر الكلاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة